لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد انا لم ازكيت اببول ولا غيره انا زكيت مسار هذا الدستور الان جانا دستور هذا الدستور ملغوم لصالح جهة معينة وخدمة لمنطقة معينة على حساب كل الجزائريين وعلى حساب هويتهم وعلى حساب بيان اول نوفمبر نقول نرفضه وليجب ان يمر وعندما لا يمر هذا الدستور فانتم ايها الجزائريون تثبتون انكم دخلتم عهد جديد والسلطة اللي تخلي الانتخابات نازيها تمشي كما ينبغي وتطلع النتيجة كما ينبغي واذا رفض الدستور تقول نعم استجبت فهي تضع لبينا في عهد جديد حقيقة اما انك تعمل كل ما في وسعك من اجل طمر الدستور وسائل الاعلام تتحدث غير ايجابي الدستور وكذا 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 وصلنا لدرجة الظاهرة البتفليقية تجي نفسها نحن عجيب لاحظوا الصورة اللي امامكم في جبهة التحرير اير كيف الكادر رجعوه يعني جبهة التحرير عامل ندوة وحق وحدها صورة الرئيس كادر تع الرئيس هذا رئيس الجمهورية والمستشارين تعه خاصة اللي انهار كامل سكنين في شبكات تواصل اجتماعي يشوفوا طه الناس واش تقول ما شفتوش هذه الصورة من المفروض تنقلوها للرئيس والرئيس يجب ان يتخذ موقف يجب ان يؤدب هذا الامير العام باي حق تحط الصورة تعه هل استأذنت اذا كان استأذنت وقالك الرئيس حط صورة احذاك هذا بتفلق جديد على الجزائريين ان يبذلوا كل ما في وسعهم للتصدي له لانه عهدى خامسة البتفلق واذا كان ما على بالوش ودرتوها انتومة هنا في هذه الحالة الان راه على بال يجب ان يتخذ مواقف انت تقولهم في القسم الاول ما تقولوش فخامة الرئيس وكذا قلت لهم ان يسحب لقب الفخامة ليوصف الرئيس الجمهورية بالسيد حتى تحس الجزائريين تغيروا شو وزراء تقولهم معالي الوزيرة وحدة وزيرة قلتهم ما عاش تقولوا لي معالي الوزيرة وهللت الصحافة وكذا وكذا رغم ذلك ممثل الجزائر في الامم المتحدة في اول ظهور لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو في الجمعية الامة للامم المتحدة قدمه به لفخامة الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون فخامة الرئيس يعني في الامم المتحدة هذه مش فتهاش هذه مش فتهاش لو كان الرئيس الجمهورية صارم ويجب ان يكون صارم هذا ما يباتش لي لهو ممثل الجزائر في الامم المتحدة الا اذا كان عينة من اطراف او عنده نفوذ كبير ما تقدرش تقول له لا هذا تجاوز انت وطلعت امام الجزائرين اذا كان قلت لهم فقط ما تقولونيش فخامة الرئيس وهذا اطلع قال فخامة الرئيس لم يتخذ ضده حتى موقف وما هي الوعود هذه اللي وعدتهم واذا اخطأت قوموني وساعدوني ملاذرك اللي رح ننتقد فيك وننتقد في هذه الممارسات وكون غدوة ندخل للجزائر ونرجع للجزائر دخلنا الحبس اذا هذه الممارسات ممارسات بوتفليقية وتحدثنا من قبل عن استوزار الرهاش بجعبوب وكيف اجتمت اما تذكرت الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطعين استوزار غول وهكذا واستقال وجمده في حمص وبعد استقال من حمص ودار حزب وصبح من حزب الاقتلاف وحل محل حمص في الاقتلاف الرئاسي القطيعة مع بوتفليقة قلناها من حيث الاشخاص ما تجيب ليش الاشخاص الذين كانوا يسبحوا بحمد بوتفليقة وتحطهم في مناصب واستمعنا الى وزير المجاهدين من قبل يقول لهم مجاهد يحكي لي كنت في ولاية اضرار يقول لي يقول الله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمة للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليقة رحمة للجزائريين الآن هذا وزير المجاهدين زيد وكثير من الاشخاص كانوا في مناصب كانوا مقربين من سلال وكانوا مقربين كلهم في دوائل كلهم الآن راهم في مناصب عليا هل جبتم ايها الرئيس واحد فقط من الملكين عارضوا بوتفليقة حطيتوه في مناصب ما كان هل ارجع واحد من الخارج من الذين هجروا ونفوا في عهد بوتفليقة ما كان كان عبد السامي عبد الحي كانت عنده قضية بإعاز من السعيد بوتفليقة وخرجوا مسكين وجاء في فرنسا عاودوا فتحوا له القضية بعد ثمانية سنين فتحوا له القضية والآن في السجن محكوم عليه ثلاث سنوات في قضية حركها السعيد بوتفليقة وانهو التغيير من المفروض الدولة لما يحدث فيها تغيير الجزائر تفتح أبوابها لأبناء الذين هجروا المناصب تمنح للأشخاص الذين كانوا يوما يقولوا بوتفليقة فاسد وعارضوا الفساد روح الصفرات شوفوا في الصفرات وقنصريات كيف عاملوا في الجزائرين ما زالوا يعامل الجزائر مثل ما كان يعامل في عهد بوتفليقة لم يتغير شيء في الفطرة ما لأيامة الأولى بعد الحراك في بداية الحراك كانوا يخاف أي جزائر روح ثم كانوا يخافوا موت استجبوا له وشحب وبعد ذلك عادت ريمة إلى عادتها القديمة لأنه لم يحدث أي تغيير هذا جايب بنته هذا جايب ولده هذا جايب مرت ولده هذا جايب بنت فلان وكذا وكذا نفسهم ونفس الأشخاص اللي كانوا عيونه في عهد بوتفليقة بطرق فاسدة ما زالوا في مناصبها القطيعة مع نظام بوتفليقة يجب أن تكون قطيعة في الممارسات والسياسات وفي الأشخاصيات التي تعين الممارسات كي يجيك حزب جبهة التحرير الوطني اللي كان يسبع بحمل بوتفليقة نفس الحزب يزيد يحط صورة الكادر كانوا بلامس يهزوا في الكادر بتعبوا تفليقة اليوم هز الكادر بتعتبوه صحة ما نقدرش نحمل الرئيس الثمت لما داروها لا أعتقد أن الرئيس قالهم ديروها مستحيل ولا أي مستشار وإذا كان فيه اللي قالهم معناها هذا الموجود في رئاسة الجمهورية يكيد للرئيس تبون باش يقوله هاك أنت عهدة خامسة بوتفليقة جبهة التحرير في هذا الموقف قالت لتبون أنك مجرد عهدة خامسة لبوتفليقة حتى أولاً كنت أنا سفرت عدد دول ولقيت محاضرات رحت المغرب لقيت محاضرة في المغرب كانوا يحطوا صورة الملك تحدانا أنا تروح لعد الدول الأخرى دائماً صورة ملوكها ورؤسائها عادي لكن ما كانت عندهم حساسية من هذا الأمر هذا شيء عادي عندهم لو كان الأمر في وضع عادي عادي جداً قولوا هذا رئيس جمهورية جابوا الصورة بتاعه ما أحذرش ما أحذرش حطوها على الأقل يحطها ما يحطهاش بجنبه يحطها وراه في القاعة اللي موجودة قصورة رئيس الجمهورية المرزوقي لما حكم رئيس جمهورية بعد رئيس دولة دولة بعد ثورة سقوط إضاء بن علي منع عناش تعليق صوره حتى في السفارات حتى في السفارات منع شوف الفرق أنت تقوله ما تقوله ليش في خامة الرئيس غدوة إذا قعد سكتت الأمر غدوة راح يجي ويبدأ يدير لكي يقدم لك هدايا أو سما للصور إذن حتى لا أتي الموضوع راه طويل وموضوع مؤلم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله